مرحبا يا جماعة تحكيكم مش كتير مهم ولكن في عطسة لها نص ساعة بتحاول تطلع بس مش قابل تطلع مركي هلا أثابنا وأثابكم الله أنا كنت حابب أنه أخلي اليوتيوب للمراح وأنه ننبسط مع بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الشغلات ولكن اللي عم بصير هلا حاليا أكبر مني وأكبر من الكل أنا حابب أحكي على التحرش الصهيم اللي عم بصير بشكل عام في العالم الحركة الصهيونية مهمتها أنها تمحي فلسطين وتمحي أي شخص فلسطيني وأي شخص فلسطيني بشكل عام حاليا نحن نرى هذا اللي عم بصير مثلا بلا حديد لانستجرام نزلت أن أبوها فلسطيني من ناحا وشركة جوجل وأبل مسحوا فلسطين كلها عن الخريطة وهذا صراحة متوقع ولكن ما يبعث أن تجد صفحات عرب ويوتيوبر عربيين يعترفون بالكيان الصهيوني ولا كأنه فلسطين موجودة ولا كأنه الفلسطينيين وهذا صراحة يخوف ويكون معناته أن الكيان الصهيوني للأسف ينجح وأنهم يحاولون أنهم يلغوا وجود أي شيء اسمه فلسطين في الكرة الأرضية هذا الفيديو هدية مني لغزة وكل شخص فلسطيني وكل شخص فلسطيني ولكن قبل أن أبدأ الفيديو اعجبكم اشتركوا هذا الفيديو اشتركوا اكبر عدد من الناس اشتركوا احمد مساد نزل الانترو يالله نبدأ وكيف انتو عوائي اهل نابلس اليوم نحن جمعين لكي نعمل The Big Ride for Palestine هي عبارة عن شيء سنوي يحدث الناس تركب بسكاليتات ويتلوف لندن للشمال للشن للشرط للغرب ويكون معناه علام لنشر التوعية حول القضية الفلسطينية نحن نركب على البسكاليتات لمدة تقريبا 44 ميل أو 70 كيلومتر وطول الجدار العسكري الذي موجود في غزة المسافة طويلة الجو كثير سيئ ولكن الناس هين عم نتجمع وبدأوا حضروا بالإعلام لكي نستعدوا لكي نستعدوا لكي نستعدوا خلينا نعرفكم على الشباب موعة موعة أعم محمق حمزة ما شكرا المحضة انت المعرفة تحصل انت المعرفة انت المعرفة بالطبع لنشعر بحث كورونا سريع دي عربي كمي نحن سنفعل كورونا هذا جيداً يجب أن يكون هناك جيداً يجب أن يكون هناك جيداً سنفعل فري 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 يجب أن يكون هناك جيداً يجب أن يكون هناك جيداً لنرى ذلك نعم لو أنكم في لندن فقط أخبرك فري 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 هذا الزلم يا أبو الأزرق وقفنا قبل قليلاً وبعدين لحقنا وقرر أن يأتي معنا رياض من العراق قرر أن ينضم إلينا حسنا جماعة حسنا تقريباً خلصنا نص الطريق يعني 22 ميلي وقفنا على مطعم ميني هيبا هاسكا شاور مافيكي لندن فخلينا أرجيكم الشباب كيف قاعدين مبسوطين وبدردشوا ويتحدثوا باكلوا بعمونا ماذا رأيك بالأكل سأعطيه 10 out of 10 10 out of 10 10 out of 10 زاكي ماذا تعتقدين عن المطعمة بريندن؟ إنه رائع أنا أحبه زاكي أنت زاكي لا أقول زاكي زاكي أنت زاكي أنت زاكي أنت زاكي أنت زاكي أعلي زعال جيد؟ تمام تمام حسنا الجو الآن معتدل الماطر صيفا الآن دنيا تشتبرة لا أعرف كما ترون خلصنا أكل الآن سوف نكمل نعم 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 سأطرح معكم سأ Danger is a really excessive جاءت من الجو النص التاني من الرحلة كانوا كثيرا أمامنا كلنا في الماء فأنا جميعا بالماء و أصعبنا أن يتمرد و يحصل هناك طبعاً أنا إجري و أريق طعباً و أرماني على الآخر و أرماني و أرماني و و أرماني أنا في العادة بركبش على البسكليتات يعني بركب على البسكليتات مرة واحدة بالسنة والمرة الوحيدة اللي بركب فيها بعمل سبعين كيلومتر فهل كان بس الحمد لله أنا كتير مبسوط بالنتيجة فيه شغلات صارت مقدر تصورهم زي إنه مثلا وإحنا ناشينا على البسكليتات كتير ناس كانوا يزمرون لنا وبنفس الوقت لمنتبوا الرعاة لجمعيات خيرية فلسطينية أنا بنظري نشر التوعية حول القضية الفلسطينية هو إش كتير مهم لأنه فلسطين للأسر الشغلات الصغيرة يفتح عيون الناس والناس بصيروا يعملوا انه الريسير اشتبعهم وبصيروا يعرفوا شو اللي بصير وباش هيك نكون وصلنا لآخر الفيديو إذا عجبكم هذا الفيديو انزل تحت اضغط على زر لايك وشاركوا الفيديو بين أصحابكم واشتركوا في القناة على اليوتيوب قربنا الوصر للألف مشتري هذا فضل الله ثم فضلكم تابعونا على الفيسبوك والانستغرام راح ترككم الروابط تحت في صندوق الوصف و تهيان فلسطين حرا عربية سلام